الصراع في اليمن والإقليم يزداد حدة عقب الهجمات الجوية والصاروخية التي استهدفت عملاق النفط السعودي في منطقتين بقيق وخريص شرقية المملكة مطلع الأسبوع الجاري أخرج الهجوم شركة أرامكو عن نصف إنتاجها من النفط وبدت السعودية مختلة وغير متزنة بينما كان قادة العالم يشيرون إلى حربها مع الإمارات في اليمن وهي الحرب التي لم تحقق أي من أهدافها لم يكن بوسع الرياض إلا حجد وسائل الإعلام في قاعدة القوات المشتركة بالرياض وهي تعرض على العالم شضايا المقذوفات الجوية والصاروخية بينما كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقول إن بلاده قادرة على رد الهجوم إن تحليل البيانات في الهجوم في مواقع الهجوم تشير لأن هذه الأسلحة أسلحة إيرانية إنما كان إطلاق هذا الهجوم لا يمكن أن يكون تم من اليمن كما ادعت الذروع النظام الإيراني بأنها مسؤوليتها عن هذا الهجوم الولايات المتحدة بدت كما لو أنها من تعرضت للهجوم وعلى الفور ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال تورط إيران في الهجوم قائلا إن بلاده مستعدة لمساعدة السعودية مقابل المال ولكن عليها أن تدافع عن نفسها وبموازاة ذلك وصل وزير الخارجية الأمريكية مارك بومبيو إلى الرياض لبحث خيارات ما تراه واشنطن الرد على الهجمات رغم تأكيد مسؤوليها على عدم رغبتهم خوض حرب مع طهران وهي تحركات تدفع بتأجيه التوتر فقط وبينما يتحدث العالم ومحللون أمنيون عن بصمات إيرانية للهجوم الجوي الذي قلص إنتاج شركة أرامكو للنصر يصر الحوثيون على تبني الهجوم في محاولة منهم صناعة انتصارات في الميدان العسكري عملية توازن الردع الثانية أولا نفذت العملية بعدد من أنواع الطائرات المسيرة منها طائرات سيكشف عنها اليوم ولأول مرة هذه الطائرات تعمل بمحركات نفاذة وعادية انطلقت من ثلاث نقاط أساسية بحسب المدى والمصار ومن جهات مختلفة بحسب مكان الهدف محللون محليون يرون أن تبني الحوثيين للهجوم يؤكد على تبعيتهم للجمهورية الإيرانية كما إن تلك الخطوة تمثل واحدة من أشكال العمالة والارتهان كما يبرهن على أن الحوثيين ساقوا اليمن منذ البداية إلى معركة إيران الخاصة اشتركوا في القناة